هما ونحن كنا كدنا أن نقع براصن الفتنة وهذا ما تم اكتشافه من خلال مجودات الكابت الخطيب قبل المباراة في الكم ساعة اللي هو كان ماشي محملا ببعب إزاي ما يتركش هذا الأمر يمر دون حسمه ودون وضع لقائق في نصابها وأن يخرج من هذا الموقف وقد أنهه تماما بما هو يحقق صالح وهيبة النادي الأهلي يعني قبل هذه اللقطة ست ساعات من العمل كنت في قلب الحدس ست ساعات لا يعني هو الأول عزم الفرقة والكابت الخطيب رايح مش مبتسم مش مبتسم شايل دي كواليس مهمة وتحدثنا كده على السريع ولكن انفرض قليلا ببعضهم بعد الغداء والفرقة رواحت والمسؤولين وقال لي استنى علي منفرض قليلا انتحيا انتحيا انت بقول لك جاي متزبط لقوية جاي متزبط وقعد انتضحا للطرفين الطرف التالت الذي يعبد في هذه العلاقة بالاسم 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 وهو على فكرة قبل محدة لقح مش من مجلس الإدارة تلات اسماء تلات اسماء تلات اسماء مش من مجلس الإدارة لا يعبد هذا الدور وراهم جيش من الاسماء يعني هم الثلاثة اللي تصدروا المشهد عشان يعملوا البلبالة دي طب أنا شخصيا ما كان لي أن أتحدث يعني ثلاثة أسماء تصدرت مشهد توتير الكابتن الخطيب بدأ يبتسم وهو معالي المستشار من الأول كان هدئا وابتسم وقلت له يعني عايزين نعمل حاجة تنهي هذا الجدل هل يعملوا اللي أنتوا شايفينه وأنا موافع عليه لأنه تأكد لي كذا 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 وأن هناك من يعبد في هذه العلاقة قلت له هو ده المضمون اللي لازم يتحط وأنك وقال أنا بحترف بلد صدارة النادي الأهلي بالطبع كله طبعا ويعني أن الحوار لابد أن يكون مستمرا في المستقبل لزالة أي شواء وعندما صدر هذا البيان شفت تبعاته الهستيرية عندما عند هؤلاء الذين توقعوا نتاج أخرى ولا يرضون للأهلي الخير ولا يرضون للطرف الأخر أنا عايز أقول لك حاجة الشيكتور كان وراء الإعراض بتاعت النادي الأهلي الأخيرة والتي قبلها هنقول لقبلها ممكن أن يكون الأخيرة مليون دولار ومئة وخمسين ألف في الأول ثلاثة الأول ثم اثنين مليون ونص في الثلاثة الأخيرة يعني ثلاثة مليون ستمية وخمسين دولار في انتقالات لو نخد حاجة حاجة ثم أعلن أنه متحمل صفقة صلاح محسن وإحنا عادينا بقى بالكامل هو وبرحابة وقال وأكثر من هذا أنا أهلاوي أنا كنت في جلسة مع أهلاوي مش مع مسؤول هي دي المشاعر أهلاوي يتحدث يا محمود وهو يقول لي أبو ناصر جابت الحجم مفيش بروتوكولات أنا نفسي اللي كنت قاعدة مع وزير ومش عارف الخلفيات رخرخت خالص وبلغت أقول له أنا شايف وأنا عايز وصوم حليب من كابت الخطيب بهذا الكلام لكن ما كان يمكن نصل إلى هذا لو لقى الجلسة التي انتحيا بها جانبا كابت الخطيب لأنه نقل إليه قلق وبعض الامتعاد من عدم اجسدارة اللي اشتموا أنهما هو فيه إيه ده احنا كلنا مرحبين بهذا الأمر مين اللي نقل هذه الصورة وليه وكيف يتم العبس في العباق كده فكان البيان الذي تم صياغته والذي رحب بيه على فكرة اخترحت أنه يبقى فيه كلام صوت وصورة منه وقال أنا أنا موافق بس الكاميرا ساعتها ما كانتش متاحة لنا كاميرا القناة وروحنا بعد كده على المباراة ورجعنا من المباراة أصر أن يجي الجهاز الفني على عشاء وبقت جلسة كروية في صهرة خلع رداء المسؤول تماما فيها حتى في لبسه قال أنا حلبس لبس البيت بقى وقعد معاكم الأهلاوي الصديق شفنا بعض لقطات لعبة مهمة شفنا لقطات بتدينا أفكار في التسويق شفنا لقطات بيتكلموا إزاي بيديروا قطاع الناشئين شفنا أفكار إزاي بيدار مش عارف إيه رجل بتقول له حضرتك كرواجي جدا بتاع كورة قاعد مع واحد بقى بتاع كورة وبيتكلم ويتحدث ويجيب لك الدليل صوت وصورة منفتحين على كل التجارب الخارجية كلام يراه يليق بالنادي الأهلي المصري نستفيد منه أنا مش هتكلف في تفاصيل ما هو قادم من فوائد لأنه فاقد توقع فاقد توقع أيها للي جاي كلام ده مهم الجمهور الأهلي كله كله مبني على مسألة ليست هبات ومنح أيها وإنما شاركة وأفكار تسويقية تأتي بالربح لكل الأطراف ومجالات أنا نفسي لم أتطرق إليه وطريقة إدارة بعض الملفات التسويقية بالطرق اللي تجيب فلوس إزاي سواء في الإعلام سواء في اكتشاف المواهب الأكاديميات دون تفاصيل استثمارات لا هبات سيستطيع النادي الأهلي من خلال التنصيق طبعا أي استثمار في الدنيا ما هو ده ماشي مع الدولة أنت عايز المستثم يريجي معاك يدخ أموال بس مش في صيغة هبات في صيغة فوائد مشتركة لكن إيه أنت ما عندكش تطلعة اللي تخليك تعمل كده هو حيوفرها لك أي وأنت صاحب الحق وصاحب القرار وصاحب الملكية وصاحب كل شيء وصاحب القيمة والهدى وكل أنت صاحب الملكية صاحب الملكية عشان يقول لك الكفير أخذ بالك في كل شيء ولذلك أنا متوقع أن العبس سوف يزداد وأن السخونة سوف تزداد وأنه سوف ينالنا على المستوى الشخصي الكثير من الاتهمات ولكن أنا الأوان أن يكون للأهلي يعني زي أقول إيه أدرعوا الحقيقي ثقة أعضاء جماهيره وهما ظهر جلياً في الانتخابات الماضية أستاذ إبراهيم التي أنفقت فيها يعني مئات الملايين ولم تغير من واقع الأمر شيء كبت الخطيب بدل من الجهد ما لا يمكن أن يبذل بتنام ساعتين ثلاثة في اليوم أنا إذا كنت براوح ساعات أريح أو أنام لكن أنا مش عارف هو في قطه بيعمل إيه لأنه دائماً يأتي بكلام لازم نتكلم فيه إذا كان على حوارات أخرى ممكن يخش قطه ما ينامش قيمة رئيس نادي زي الخطيب لما يروح الدنيا تتقلب كده من الجاليات المصرية والأشقاء في المملكة وناس تقولي إحنا جايين ألف كيلو عشان نتصور مع الفريق فأروح يجي مدير الفندق يقول لي يا كابتن عدل إحنا عايزين ندخل اللعيبة من الباب الخلفي ما كانت اللعبة لسه موصلتش عشان الجمهور ما يرهقهمش أقول له أنا رأيي إن الناس دي تكبدت مشاق وأروح أستأذن الكابتن الخطيب يقول لي يقول له الناس دي ما تحوش عاد إن يخش ويتصور معاه إحنا هنطلب منهم ما يجهدوش اللعبة واللي يتصور يمشي عشان نخفف العب في ثواني مقابل إن إحنا نمنحهم لحظات السعادة اللي هي تهمنا المغتربون علينا مسؤولية نحياته إحنا جايين نحقق فوائد إقصادية وأعلمية وريضية لكن أيضا فوائد معنوية الجماهيرنا ونحترمه وهو ما كان وكان محل تقدير حتى الناس بتوع الفندق قال لي إحنا ما شفناش هذا العمل المنظم بهذا